دوامة جديدة من الحرب الاقتصادية التي يدفع ثمانها المواطن البسيط هكذا علق البعض على إعلان ميليشي الحوثي منع تداول فئة جديدة طبعتها الحكومة الشرعية في حين لا زال البنك المركزي يلتزم الصمت حتى اللحظة دون وجود أي تأكيدات حول ضخ كميات نقضية بشكلها القديم فئة ألف ريال في السوق المصرفية مركزي صنعاء التابع لميليشي الحوثي اتهم الحكومة الشرعية بطباعة عملة نقدية فئة ألف ريال وبتاريخ إزار مماثل للفئة المتداولة بمناطق نفوذ الحوثيين يعود إلى العام 2017 وتمنع الميليشيات الحوثية العمولات النقدية التي طبعتها الحكومة وهو ما تسبب من قسام مالي هو الأكبر من ثلاثين عام وتباين في سعر صرف العمولات النقدية وكذلك ارتفاع غير مسبوق في رسوم التحويلات النقدية بين مناطق الحوثيين ومناطق الشرعية باستثناء الفئة التي صدرت في العام 2017 وكانت مشابهة في حجمها للفئة المطبوعة قبيل اندلاع الحرب وبهذه القطوة يرى اقتصاديون أن حرب العملة بين الشرعية والحوثيين أخذت جولة جديدة من النزال الاقتصادي على وقع الأزمة المحتدمة التي يعيشها اليمن بما ينظر بمزيد من الأعباء والأهوال التي سيدفع ثمنها السكان وبشتى السبل تحاول الميليشيات الحوثية فرض سلطتها القهرية على العملة المحلية في مناطق سيطرتها دون أن تولي أي اهتمام بمراعاة فروق الأسعار وتأثيرات هذا الأمر على السكان وفي ظل تضارب هذه الأنباء وتصاعد الصراخ الحوثي من الطبعة النقدية المزعومة لا يزال البنك المركزي اليمني في عدن يمارس الصمت دون وجود أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي مثل هذه الأنباء ترجمة نانسي قنقر